السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله درس التعبير الكتابي وصف رحلة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله في يوم من الأيام كنت جالسا في شرفة المنزل أقرأ قصة عن الفضائيين فجأة رأيت ضوءا أزرقا ينزل من السماء إلى أن حط على حديقة منزلنا إنها مركبة فضائية كبيرة بنوافذ زجاجية شفافة وأضواء كثيرة فتح باب المركبة ونزل منها كائن فضائي يبدو من خلال شكله أنه ليس شريرا قال لي أهلا يا سمير إننا نراقبك منذ مدة من الفضائي ونعرف أنك تحب قصة الفضائيين لذلك كلفت بإحضارك للقيام برحلة فضائية معي فهل ترغب في ذلك؟ لم أتردد في التفكير ووافقت بسرعة وركبت المركبة الفضائية رأيت من النافذة الفضاء يضم عدة كواكب بألوان مختلفة وأحجام كبيرة وصغيرة شاهدت أيضا نجوما ونيازك ومركبات فضائية تحمل ركابا من كل أرجاء المجرة عندما وصلنا إلى كوكب الصداقة وهو الكوكب الذي استدعيت لزيارته هبطت المركبة فإذا بنا نجد في استقبالنا زعيم الكوكب ومجموعة من الفضائيين يرحبون بوصولي والفرح على وجوههم قمت بجولة مع صديق الفضائي على كوكبه فشاهدت مساكنهم كانت مختلفة عن منازل سكان الأرض تتألف من حجر واسعة وحضائق كثيرة وبنايات جد مرتفعة ومراكب فضائية تطير في كل مكان كانت الرحلة جميلة جدا عدت للمنزل وأنا جد سعيد بما شاهدته من كواكب ومخلوقات جديدة وبالتوفيق لكم إن شاء الله شكرا